ازاي تبقى عندك ثقة بالنفس عندك عند الحديث على وجودك في الانترفيو مجموعة من النصايح المهمة جدا جدا عشان تكون وثق من نفسك لازم تستعد كويس جدا وتذاكر وتضرب على الاسئلة لا يسألها مسؤول التوظيف وده لان اي مدير لموادر بشرية عمل مقابلات كتيرة جدا فلازم ان هو يكون بالنسبة له مهمة جدا جدا اول حاجة دويورو هومورك اعمل الواجب بتاعك لازم تيجي مستعد لمقابلة وعندك المعلومات الوافية عن الوظيفة وعن الشركة نفسها وده طبعا تقدر تعمله بسهولة انك تبحث عن الصفحات الرسمية للشركة او الموقع او البنك وتقرأ عنه كويس وكمان عن المنتجات اللي هو بيقدمها تاني نقطة دراس بروفاشنال يعني لازم تلبس بطريقة بروفاشنال بمعنى انك ما يفعش تلبس ملابس غير لائقة او قمصان لون هاتروكواز وحاجات الشكلها غريبة قميص لاما ابيض او بيبي بلو او ازرق فاتح كل حاجات دي من ضمن الالوان كويسة جدا الفورمال من المهمة جدا انك تسأل مسؤولة توظيف عن الدريس كود قبل ما تروح يمكن هو محدد لك بد لو انت رايح بقميص وبانطلون فلازم تبقى عارف بالزبط ايه هو اللي مطلوب منك يعني عاوزك تلبس سيمي فورمال او سمارت كالوال ولازم تعرف الفرق ما بينهم وعملنا فيديوهات بالمناسبة بخصوص هذه المعضية من ضمن الحاجات كمان المهمة جدا انك تيجي قبل معادك بشوية بسيطة اوعى تروح قبلها بمدة كبيرة جدا لانه ساعة هيقولك ان انت فاضي وما ورقش ايه حاجة واحيانا بيبقوا عاملين سكادولينج او جدولة لعديد من المقابلات فانت لما بتروح كده بيبقى فيها مشكلة كبيرة لو هتسلم بالقيد خلي سلامك بطريقة كويسة ومنضبطة وبص في عين اللي قدامك وسلم بطريقة فيها بروفشنالزمة او احترافية لا ننسى انك تعرف نفسك اعرف نفسك زي ما بينقولك اعرف كويس عن الوظيفة والشركة من المهم جدا انك تعرف نفسك كويس اوي كل نقطة في السيرة الذاتية انت كاتب فيها حاجة عن نفسك لازم تبقى عارف بالصبت انت بتتكلم عن ايه وايه الحاجة اللي هي جوه هذا الموضوع لان فيه ناس بتبقى كاتباء التعامل والعمل تحت ضغط فلما الرجل يسأله طب احكي لي مواقف انت اشتغلت فيه تحت ضغط يفضل لا انت لازم تبقى انت عارف كويس اوي انت بتشتغل تحت ضغط واحكي مواقف واعرف كويس اوي وحضر امثلة وإكسامبلز علشان تكون قادر تتكلم بشكل كويس جدا لازم كمان تكون واثق من نفسك وتعرف تسوق لنفسك كويس اوي وتقول انت ليه مناسب لهذه الوظيفة وتعمل سرش على الجدرات او المهارات المطلوبة لهذه الوظيفة علشان وانت بترد دايما تستخدم هذه المهارات وانت بتتكلم معاه لان ننسى ان انت في الانترفيو تستعد انك تسأل اسئلة اسوأ حاجة انك كنت ماشي في الانترفيو تقول له هيقولك انت عندك اهي اسئلة فتقول له يعني شكرا وتمشي لأ لازم تستغل هذا الموضوع انك تسأل اسئلة استغل هذا الموضوع بانك تسأل اسئلة وحاول انك تسأله مثلا على سبيل المثال ايه نيكستستيب او المرحلة لبعد هذا الانترفيو علشان ده بيديله انت باعي وحابب انك تشتغل في هذا المكان كمان من ضمن الحاجات اللي ممكن تسألها له أنك تقول له مثلا على سبيل المثال لو أنا نجحت في هذه الوظيفة إزاي يقدر أكون سكسسفل أو ناجح في هذه الوظيفة فدي أيضا من ضمن الحاجات اللي أنت لازم أنك ممكن تسألها له من ضمن كمان الحاجات اللي لازم ممكن أنك تسألها إيه المغارات المطلوبة لهذه الوظيفة وإزاي يقدر أكون ناجح فيها زي ما احنا قلنا كمان لننسى أن احنا او نحنا نتواصل بطريقة ذكية لننسى ان احنا بعد الانترفيو نبعط له رسالة شكر وكمان لننسى ان احنا نتابع على الايميل ولننسى ان احنا لنفقد الامل والقول يا رب ونتعلم دايما من الاخطاء بعد كل انترفيو اقعد كده مع نفسك ويرطالة اعمل رفليكشن كده الحاجات اللي كانت كويسة والحاجات اللي انت ممكن تطور فيها من نفسك لاحقا لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بيها الفيديو لما تابعت كل جديد